بصوا الحكاية بتاعة الارقام اللي اتقلت النهاردة لو تتذكروا كنت انا مبارح بكلمك في ايه بكلمك على معدل نمو الاقتصاد المصري اللي وصل لستة وستة من عشرة بالمقارنة بانه العالم شايف انه معدل النمو للاقتصاد عالمياً تلاتة واثنين من عشرة وقلتلكم هنقعد نحكي الحدوتة والحدوتة مختصرها المفيد مش لان احنا اقوى اقتصاد في العالم واعظم اقتصاد واكبر اقتصاد لانه بمنطقة البساطة انا مش اقوى اقتصاد وانا مش اكبر اقتصاد من حس الحجم كل القصة زي ما قلتلكم كده مبارح يا ما على الراس دق الطبول البلد ده اتعرض للتقصير وتعرض للفساد وتعرض للنهب وللسلب لعقود فاصبح القائمين على هذا البلد ومتخذ القرار زي ما قلتلك نصاً مبارح من اول فخمت الرئيس للحكومة للمستشارين الكل قاعد مركز بانه هذه السيناريوهات لا يجب ان تتكرر مرة اخرى وان احنا عندنا من المقومات اللي يخلينا فعلا نقفز الى الامام ان خلصة النية الحسنة اولا وان احنا نشتغل بالمظبوط اللي غيزني زي ما كنت بقول زملائي الاعزاء ان لسه في ناس قاعدة عمالة بتشكك دي حاجة تغيز مش بس كده وتدعو للاستغراب بتشكك في ايه فتأتي الحقائق والارقام لترد على اي شك ولينا في ده قاعدة يعني هنقعد ونتكلم فيها بالتفصيل وواحدة واحدة ونشرح